شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفستات وكذا مشروع لإعادة إحياء القاهرة التاريخية وخلال اكتماعي مع رئيس مجلس أدارة صندوق التنمية الحضرية أشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكني حضري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة يشمل مختلف الخدمات لتحقيق خطة الدولة في تحسين العمران القائم بما يليق بالمواطن المصري الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من خطة تطوير العواصم للمحافظات والتي تشمل 13 محافظة